بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهم يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول فضل الله ومنه بدأنا بالأمس وأخذنا لماذا أخذ المؤلف رحمه الله تعالى بمذهب زيد وذكرنا ما ذكر في المقدمة ثم بعد هذا ذكر المؤلف الأمور الواجبة عند الوفاء وقلنا جمعت في كلمة تدوم ثم بعد هذا ذكرنا أسباب الإرث نكاح ولاء ونسب عندنا سبب مختلف فيه وهو بيت المال وموانع الإرث ثلاثة رق وقاتل اختلاف الدين ذكرنا الوارثين الوارثات الفرض المقدرة في كتاب الله ستة وأصول المساء القنة سبعة شرع المؤلف الآن رحمه الله تعالى في بيان من يرث النسب؟ يرث النسب الأمس قلنا خمسة أصحاب النسب خمسة وأصحاب الربع الزوج أو الزوجة فأكثر وأصحاب الثمن الأرامل الزوجة فأكثر وأصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدد الزوج بشرط أن يكونوا جمع أربعة وأصحاب الثلث الأم والجمع من الإخوة لأم وأصحاب السدف السبعة الأب والأم والجد والجدة ولد الأم وبنت الإبن فأكثر والأخت الأب فأكثر أصحاب النصف أصحاب النصف خمسة الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث وجد فرع الوارث يأخذ الثمن الزوجة عند عدم الفرع الوارث تأخذ الربع وجد فرع الوارث تأخذ الثمن انتهينا من الزوج والزوج يبقى معنا البنت الثاني من أصحاب النصف البنت دائماً عندنا في أصحاب النسب طبعاً غيرها الزوج عدم المعصب عدم المماثل عدم من تقدم عدم المعصب يعصب البنت الإبن وعدم المماثل يماثل البنت بنت أخرى فأكثر انتهينا من البنت بنت الإبن متى تعخذ النسب كما قلنا عدم المعصب من يعصبها ابن إبن وخطأ أنك تقول أخوها لا ما تعتبر القرابة بالنسبة لها تعتبر القرابة بالنسبة للمين عدم المعصب ابن إبن فأكثر وعدم المماثل بنت إبن أخرى فأكثر وعدم من تقدم الإبن والبنت فأكثر الأخت لأب عدم المعصب الأخت الشقيقة عدم المعصب عدم المماثل عدم الفرع الوالث اللي تقدم وعدم الأصل الوالث من الذكور الأب والجد الأخت لأب عدم المعاصب عدم المماثل عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث من الذكور عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر إذن عندنا في أصحاب النصف عدم معاصب عدم مماثل وعدم من تقدم هذا أصحاب النصف نعم قال رحمه الله فالنصف للزوج إن الفرع فقد الفرع فقد وإح دائما نعتبر القرابة بالنسبة للميد ماتت امرأة وتركت الزوج هل كان لديها ابن بنت ابن ابن فأكثر لا إذن الزوج يأخذ النصف فالنصف للزوج إن الفرع فقد والبنت ثم بنت لابن فاعتمد ولشقيقة وأخت لأبي إذن فردنا مع فقد العصب تمام هذا إذا انفردنا كانوا جمع بنات بن بن تائب أختان شقيقتان أختان لأب الآن أصبحوا جمع يأخذ الثلاثين بنفس الشروع لك يتغير شرط واحد هنا عدم المماثل هنا وجود المماثل في الثلاثين إذن أخذنا أصحاب النصف أصحاب الثلاثين وأصحاب الربع وأصحاب الثمان نعم قال قال رحمه الله باب من يرث الربع الربع قلنا غرفة الزوجية وشرط الزوج عكس شرط الزوجة الزوج عند عدم الفرع الوارث يأخذ النصف وجد فرع وارث يأخذ الربع أما الزوجة فأكثر عدم الفرع الوارث تأخذ الربع وجد فرع وارث تأخذ الثمان نعم والربع فرض الزوج مع فرع اللزم وزوجة فصاعدا إذا عدم نعم باب من يرث الثمن والثمن فرض زوجة فأكثر مع فرع زوج وارث قد حضر نعم باب من يرث الثلثين والثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى نعم وقلنا من من له النصف طبعا الزوج وأراد أن يبين لك أن أقل الجمع عند الفرضين كم اثنان اثنان نعم يلا مش قال رحمه الله باب من يرث الثلث باب من يرث الثلث الأم ترث الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة أشق لأب لأم مختلفين ذكور إناث لا إشكاء المهم جمع اثنان فاكثة وأن لا تكون المشألة إحدى الغراوين أو العمريتين عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وأن لا تكون المسألة إحدى الغراوين والعمريتين وتحفظ زوج وأم وأب زوجة وأم وأب زوجة أم وأب من ستة الزوج يأخذ ثلاثة نصف والأم تأخذ واحد والأب يأخذ الباقي اثنان زوجة وأم وأب من أربعة الزوجة تأخذ واحد واحد للأم واثنين للأب نعم يبقى الثاني يبقى الثاني الجمع من الإخوة لأب جمع من الإخوة لأب ذكور إناث مختلفين لا إشكال عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث من الذكور أن يكونوا جمع وأن يقسم عليهم الثلث بالسوية الذكر كالأنث خالفوا الأصل نعم لأن الله سبحانه وتعالى قال فهم شركاء في الثلث عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وأن يكونوا جمعا يقسم عليهم الثلث بالسوية انتهينا من أصحاب الثلث نعم قال رحمه الله باب من يرث الثلث والثلث فرض الأم حيث عدما والثلث فرض الأم حيث عدما فرع وجمع إخوة وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين نعم قل أب وأم مع أحد الزوجين طيب هذا الأم عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة نعم قال رحمه الله وفرض جمع إخوة لأمي مع تساو بينهم في القسم ذكرنا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور أن يكونوا جمعا وأن يقسم عليهم الثلث بالسوية الذكر كالأنث نعم فهم شركاء قال رحمه الله باب من يرث السلث سبعة الأب والأم والجد والجدة ولد الأم أخ أو أخت لأم منفرد وبنت الإبن فأكثر أخت لأب فأكثر الأب يأخذ السلث عنده للسدس وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة انتهت الأم الجدة تارث السدس فقط عند عدم الأم سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم الجد يرث السدس عند عدم الأب فعند وجود فرع وارث من الإناث هو كالأب يقول هو كالأب عند عدم الأب إلا في العمريتين ليس كالأب وعندهم مسألة تأتي وهي الجد والإخوة إذن الأب الجد كالأب إلا في ثلاثة مسائل عمريتين والجد مع الإخوة وسأتي معنا الراجح يبقى معنا من؟ يبقى معنا ولد الأم أخ أو أخت لأم قلنا بنفس الشروط الثلث لكن هناك جمع وهنا إذا فرد عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور أن يكون منفردة جمع أخذ الثلث انفرد أخ أو أخت لأم السدس بقي معنا بنت الإبن فأكثر بنت الإبن فأكثر إلى ما لنهاء تأخذ السدس عند وجود بنت واحدة لها النصف وعدم المعصب ابن ابن تكملة الثلثين نسميها العلماء أخت لأب فأكثر تأخذ السدس عند وجود شقيق لها النصف وعدم المعصب أخ لأب انتهى أصحاب السدس نعم قال رحمه الله باب من يرث السدس نعم والسدس للأبي مع الفرع ثبتي كذا لأم معه أو إخوتي فرع أو جمع من الإخوة نعم والجد مثل الأب حيث يعدموا لا مع إخوة كما سيعلمون هذا هو الجد والإخوة والمسألتين الغراوين سيذكر نعم والجد مثل الأب حيث يعدموا لا مع إخوة كما سيعلموا ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل ثلث الجميع للأم يؤم نعم وهو لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الأبي ذا التي هي الأخت لأب نعم قلنا بنت الابن فأكثر والأخت لأب فأكثر السدس عند وجود بنت في البنت الابن بنت لها النصف وعدم المعصب وفي الأخت لأب أخت شقيقة لها النصف وعدم المعصب نعم والابن الأم أو لبنتها غدا وجدة واحدة فصاعدة الجدة يقول واحدة فصاعدة أم أو أم أب أو أم أب الأب أم الجدة فصاعدة نعم وجدة واحدة فصاعدة مشتركا إن كن وارثاتي وقد تساوين من الجهات نعم تساوين من الجهات أم أم وأم أب يقتسمنا السدس أم 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 أب أم أب أب ثلاث جدا يارثنا الآن لنتساوين فيه الدرجة نعم واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهبي يعني عندنا القربة من جهة الأم أم أم وأم أب هذه قربة وهذه بعدة هذه تارث وهذه لا تارث طبعا اعكس الآن هذه بعدة من جهة الأم وقربة من جهة الأم أم 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 أب الراجح الصحيح أن هذه تارث وهذه لا تارث عندهم هنا يقول التي من جهة الأم أصلية تارث حتى كانت بعيدة نعم واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهبي كذا كبعدا جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا التقدم أم أم وأم أم 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 الأم تارث وأم أم أم لا تارث نعم وكل مدل لا بوارث فلا إرثاله وقسم فرض كملا يقول الآن أب الأم ذكرناه في الوارث من الذكور لا 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 رحجب أمه وقال ورثوا لأمي طيب نقول لا أنت تارث ولا أمك السلامة تارث مفهوم أي نعم وكل من أدلت بغير وارثي فما لها حظ من الموارثي قال الآن الحمد لله أكملنا الفرض خلاص الفرض انتهت ندخل فيه ماذا الآن تعصيب العاصب هو الذي يأخذ جميع المال ذا فرض يعني جاءنا ابن فقط ابن في المسألة يأخذ كل التركة أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفرو زوجة وابن الزوجة هنا أشتأخذ وجد فرع وارث تأخذ الثمر الباقي لمن للإبن مفهوم يسمى عاصب العاصب عندنا التعصيب على ثلاثة أقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره ثلاثة أقسام انتبه يا أخي انتبه العاصب بنفسه كل الوارثين من الذكور عدى الزوج والأخ لهم كم العدد صار عندنا الآن الوارثين من الذكور كم عددهم خمسة عشر لو حذافنا الزوج والأخ لهم يبقى معنا كم ثلاثة عشر من النساء لا يوجد عندنا عاصب بنفسه إلا المعتقى لأنها صنعت ما يصنع الرجال متشبه لكن صنعت ما يصنع الرجال أعتقد وليس في النساء طرع عاصبه إلا التي منت بعدق الرقبة هنا قلنا ثلاثة عشر وهنا واحدة المعتقى أدخلنا هنا أصبح المجموع كم؟ أقولك ثلاثة عشر واحد أربعة عشر تمام إذن الآن العاصب بنفسه أربعة عشر جميع الوارثين من الذكور عدد الزوج والأخ لهم ومن النساء المعتقى هذا العاصب بنفسه الآن نأتي للعاصب بغيري العاصب بماذا؟ غيري غير الذكر الأنثى الأبن يعصب من؟ بنت الأبن يعصب من؟ البنت تمام امشوا معي خطوة خطوة ابن الأبن يعصب من؟ بنت الأبن ابن البنت ما هو آلث بنت الأبن تمام الأخ الشقيق يعصب من؟ أخت الشقيق أخت الشقيق أخ لأب أخت لأب أخت لأب ابن أخ شقيق هذا غير وار بنت أخ شقيق ما هي وارثة صح إذن ابن أخ شقيق ما يعصب أحد ابن عم شقيق لا يعصب أحد عم شقيق ما يعصب أحد إذن عاصب بغير كم أربعة الإبن فأكثر يعصب البنت فأكثر إن الإبن فأكثر يعصب بنت الإبن فأكثر الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيق فأكثر أخ ليب فأكثر يعصب الأخت ليب فأكثر فقط أربعة فلا أضحك عليك أحد يقول يا ابن أخ شقيق يعصب بنت أخ شقيق بنت أخ شقيق غير وارثة أصلا وابن عم شقيق يورث بنت عم شقيق البنت العم الشقيق لا تريد أصلا مفهوم تمام إذن هذا عاصب بماذا بغيره بغيره تمام غير الذكر الأنثى يبقى معنا القسم الثالث العاصبة مع الغير القاعدة تقول الأخوات مع البنات عصبات الأخوات مع البنات عصبات ما معنى هذا؟ يقول الأخوات يعني شقيقات أو لأب واحدة فأكثر مع البنات أو بنات الإبن عصبات عصبه مع الغير مثال بنت أخت شقيقة بنت وأخت شقيقة في المسألة البنت تأخذ النصف عدم المعصب عدم ماثل تمام طيب هل الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف؟ لا لأن نوجد فرع والد فماذا تأخذ هنا؟ الباقي تعصيباً ما هي القاعدة؟ أخوات مع البنات عصبات ثلاث بنات إبن ثلاث بنات إبن وثلاث أخوات لأب ثلاث بنات إبن الثلاثين عدم المعصب وجود المماثم عدم الإبن فأكثر عدم البنت فأكثر أخذنا الثلاثين يبقى معنا الأخت ثلاث أخوات لأب يأخذنا الثلاثين؟ لا لنوجد فرع واحد الأخوات مع البنات عصبات يأخذنا الباقي عصبه مع الغير عصب بنفسي ثلاثة أربعة عشر وعاصب مع غيره أربعة وعصبه مع الغير الأخوات شقيقاته لأب مع البنات أو بنات الإبن عصبات عصبه مع الغير ترجمة نانسي قنقر